الرحمن الرحيم أهلا بكم يا شباب في الفيديو ده هكلمكم عن شواحن السيارات الكهربية أو الالكتريكيال فييكل تشارجينج ده عبارة عن الفصل السادس من كتاب الدكتورة كاميليا يوسف محمد أولا أنا أشكر الدكتورة كاميليا على الكتاب الأكثر من رائع الخاص بالسيارات الكهربية النهاردة هنبدأ نتكلم عن الفصل السادس الخاص بشواحن السيارات الكهربية بالتفصيل طبعا السيارات الكهربية أخوانا لها مميزات كبيرة جدا من النواحي الاقتصادية لها إيجابيات كبيرة جدا في الحفاظ على البيئة والجزئية دي مهمة جدا وتقليل التلوث البيئي وتقليل استخدام الوقود الإحفوري المشكلة أن الناس لما تيجي تبدأ تفكر في السيارات الكهربية وقولك طيب أنا هشحن إزاي المشكلة بتاعتي كلها في كيفية الشحن والأماكن وعدد محطات الشحن المتوفرة هل هتبقى محطات الشحن دي متوفرة في البنزيمات العادية أن أنا أروح أشحن السيارة بتاعتي طيب والسؤال اللي بعده كم تكلفة الشحن تمام اللي أنا هبدأ أدفعها عشان أبدأ أشحن سيارة لمدة كيلو متر مثلا أو 50 كيلو متر أو 100 كيلو متر تمام فأنا عايز أعرف سعر الشحن هيكون كام طبعا شحن السيارات الكهربية زي شحن أي جهاز يعمل ببطارية إحنا دلوقتي كنا عاملين فيديوهات عن شحن البطاريات الخاصة بالطاقة الشمسية أو شحن الموبايل أو شحن أي جهاز تمام فعملية الشحن للسيارات الكهربية بتتم بنفس طريقة الشحن طبعا البطاريات كلها إحنا عارفين إن هي عبارة عن DC أو Direct Current بركب طبعا القابس أو البلاج بتاعي الكابل الشحن بركبه بقاعدة الشحن بمحطة الشحن وبعدين بيبقى في عندي مصابيح ليد زي ما قلنا بتبقى أو ليد أورجانيك ليد تمام الأورجانيك ليد دي بتوضح لي عملية الشحن هل هي بدأت تشتغل عملية الشحن ولا لأ تمام وبالتالي بيبدأ يتعرف على حالة الشحن عبر الشاشة الخاصة بالسيارة من خلال توفر طبعا بعض البرمجيات لعملية الشحن والتطبيقات الخاصة بالشركات المنتجة للسيارات الحتة المهمة جدا اللي احنا عايزين نبدأ نركز عليها التصنيفات الخاصة بنظم شحن السيارات نظم شحن السيارات يبقى أنا هنا هبدأ أتكلم في الجزئية دي عن تصنيفات تصنيفات شحن السيارات طيب إيه هي تصنيفات شحن السيارات لو أنا بسيط كده أنا كده هاخد عنوان هسميه نظم شحن السيارات ده عنوان مهم جدا يا شباب عنوان مهم جدا انا هشتغل عليه اسمه نظم شحن السيارات نظم شحن السيارات يبقى انا دلوقتي هبدأ اصنف نظم الشحن واحدة واحدة حسب شوية الخصائص بتوعنا اول حاجة التصنيف بيكون التصنيف بيكون حسب نوع مصدر التغذية يبقى انا لو هغزي هقسم التغذية بتاعة شحن السيارات الى نوعين اول نوع اللي هو الدي سي يبقى فيه شواحن عندي دي سي وزي ما قلت قبل كده دي سي معناها دي سي معناها دايريكت كارنت دي سي معناها دايريكت تمام دايريكت كارنت دايريكت كارنت اللي هو اول حرف اللي هو دي و دي سي اللي هي كارنت دايريكت كارنت يعني تيار مستمر او تيار سابت تمام يعني شكل التيار اللي موجود في البطاريات اللي احنا رسمنا هنا علاقة بين الزمن والتيار هتلاقي التيار هنا اللي هو ال i التيار constant ده احنا بنسميه تيار dc النوع التاني اللي هو ac معناها alternative current يعني تيار متردد زي ما احنا عارفين برضو لو رسمنا العلاقة كده ادي شكل التيار المتردد هنا علاقة بين الزمن t وبين تمام شد التيار فده بيسموه تيار متردد على فكرة فيه تيار متردد وجهد متردد تمام وفيه تيار سابت وجهد سابت ينفع ارسم علاقة هنا بين time والvoltage وهنا برضو time والvoltage فالمهم ان انا لو حد سألني نظم شحن السيارات نظم شحن السيارات من حيث نوع مصدر التغذية فيه عندي تغذية ac وفيه تغذية dc dc يعني تيار مستمر تمام زي شكل الكهرباء اللي تبقى موجودة على البطاريات ac اللي هو التيار اللي بيطلع من البيت عندك في الفيشة تمام اللي هو وانت بعد كده بقى بتحولوا بالشاحن بتاع السيارة يتناسب وتيار يتناسب مع شحن السيارة الكهربائية ده اول تصنيف لنظم شحن السيارة يبقى اول تصنيف رقم واحد التصنيف من حيثه نوع مصدر التغذية طيب التصنيف رقم اتنين يا شباب موقع دائرة الشحن يعني هل دائرة الشحن دائرة الشحن هتبقى داخل السيارة الشاحن نفسه موجود داخل السيارة تمام او خارج السيارة او شحن لاسلكي انا لو سألتك فيه تلات تصنيفات من حيث موقع دائرة الشحن رقم واحد ممكن الشاحن تمام او دائرة الشحن بتكون داخل السيارة رقم اتنين خارج السيارة رقم تلاتة شحن لاسلكي وده هنعمل عنه محاضرة كاملة عمليات الشحن اللاسلكي للسيارات طيب بعد كده التصنيف التالت اللي هو الاتصال الفيزيائي هل فيه اتصال فيزيائي بين الشاحن والسيارات هنا بيقول لي فيه نوعين اللي هو شاحن سريع موصل او نقل الطاقة لاسلكيا بدون تلامس اللي هو من حيث موقع الدايرة فيه عندي لاسلكي او شاحن لاسلكي طيب فيه بعد كده اتجاه سرايان التغذية فيه عندي نوعين فيه نوع اللي هو رقم واحد اللي هو احادي الاتجاه هنشوف بالتفصيل دلوقتي وسنائي الاتجاه يبقى السلايد دي مهمة جدا الحتة دي مهمة جدا لو حد سألني على تصنيفات نظم شحن السيارات الكهربية هصنفها رقم واحد من حيث نوع مصدر التغذية اللي هو دي سي واي سي التصنيف الثاني من حيث موقع دايرة التغذية وده مهم جدا هل التغذية داخل السيارة موقع دايرة شحن داخل السيارة ولا خارج السيارة ولا لاسلكي هل في اتصال فيزيائي رقم 3 ولا لا فيه شحن سريع موصل أو شحن سريع بصفة عامة ان فيه اتصال فيزيائي بين الشاحن والسيارة وفيه نقل الطاقة لسلكين بدون تلامس ده من حيث الاتصال الفيزيائي بقى كده السرايان فيه اتجاه واحد أو احد الاتجاه وفيه سنائي الاتجاه يبقى ده تصنيف البنية التحتية لشواحن السيارات سلايد دي مهمة جدا طبعا احنا هنا هنبدأ نتعرف على مصطلحات مهمة مصطلحات مهمة في عملية شحن السيارات اول حاجة هنشوف كلمة تمام او مصطلح محطات الشحن والحتة دي مهمة جدا يا شباب هيبقى عليها شغل كتير جدا في الفترة اللي جاي اللي هي المحطات الشحن دي بتكون موجودة فين ممكن ان تتواجد محطات الشحن فيه تجمع خاص بها يبقى فيه محطات شحن خاصة بيها او فيه محطة تموين سيارات او تكون ملحقة بالمنزل او بالمصنع او بالشركة يبقى اي مكان هبدأ احطي فيه شاحن ده احنا ممكن نسميه charging station يبقى اول تعريف مهم جدا بالنسبة لي محطات الشحن تعريف الرقم واحد محطات الشحن طبعا فيه بعض نقاط الشحن او محطات الشحن بيتم ربطها بنظام ذكي يساعد على معرفة صاحب السيارة احط control system او smart control system عشان اعرف اه صاحب السيارة او اعرف صاحب السيارة زي السيارات اللي اللي موجودة في تيسلة للنقاط الاقرب ليه وهل هي مشغولة ولا لا او ده ده بيسموه smart system الخاص بمعرفة النقاط الاقرب للشحن تمام وهل المكان ده مشغول ولا لا من خلال ارسال رسائل عبر التليفون للقائد بتاع السيارة طيب يبقى رقم واحد تعريف محطة الشحن او محطات الشحن اللي هي charging station خلاص charging station رقم اتنين رقم اتنين تجمع الشحن او بيسموه charging pool تمام تجمع الشحن ده عبارة عن الموضع او العنوان او الاحداثيات الجغرافية لنقطة الشحن يبقى ده بيسموه charging pool تجمع الشحن هو عبارة عن تجمع الشحن بتعرف بالموضع او يبقى انا بحط ادرس تمام بناء على الاحداثيات الجغرافية لموضوع او مكان الشحن طيب ده بيتكون من محطة شحن او عدة محطات شحن تمام بيستوعب مواقف سيارات كبيرة يعمل تجمع الشحن بواسطة مشغل نقطة شحن واحدة اللي هي بيسموها change point operator تمام change point operator تمام ده بناء على الاحداثيات الجغرافية الخاصة وده بيتعمل من خلال عرض الخرائط على الشاشة طيب رقم تلاتة يبقى احنا شوفنا تجمع الشحن رقم تلاتة محطة الشحن يبقى احنا خدنا محطات الشحن هابدى اتكلم عن محطات الشحن ايه انواع ايه انواع محط يبقى ده تصنيف محطات الشحن او charging station رقم واحد مهم جدا محطة شحن السيارات الكهربية او الالكتريكال فييكل تشارجنج ستيشن ايه في سي اس مهم جدا الاختصار ده ايه في سي اس الالكتريك فييكل تشارجنج ستيشن ده محطة الشحن تمام تحتوي على محطة شحنة او اكثر وبعض محطات الشحن تحتوي على قارئ للاشارة وشاشات عرض وبعض المحطات تحتوي على قابس او شاحن شاشات او بوتونز يبقى ده ال اي في سي اس طيب نقطة الشحن او موضع الشحن ومعدات تزويد السيارات الكهربية اللي هي بسميها الالكتريكال فييكل سابلاي كيوب منتز اي في اي اس اي وده مصطلح مهم جدا هتلاقيه منتشر في السيارات الكهربية يبقى الالكتريكال او الالكتريك فييكل سابلاي كيوب منتز تمام طبعا انا بوصل الشاحن بالسيارة الكهربية والشاحن بيبقى له واصل بنقطة الشحن تعال نبدأ نشوف الجايجرام تمثيل مكونات تجمع محطات الشحن لازاي ما احنا شوفنا كده اللي في الاول ده البرواز ده رقم واحد ده عبارة عن محطة شحن رقم اتنين دي محطة شحن تانية رقم تلاتة دي محطة شحن تالتة اللي بيسميها مسلا two charging station three واللي احنا بنشتغل طيب تتكون بتتكون من ايه اول حاجة عندي في مصدر التخزية الكهربية ده يبقى انا في عندي اول شيء مصدر التخزية الكهربية طيب مصدر التخزية الكهربية ده بيجي عندي كده تمام بيروح داخل على موضع الشحن اللي هو نقطة الشحن فيه طبعا بيدخل كده بيروح واصل من خلال خلال تمام لموضع الشحن وبيبدأ يغزي موضع شحن تاني وموضع شحن تالت وموضع شحن رابع وهكذا بحيث بيعمل لي محطة شحن يبقى انت عندك موضع الشحن ده رقم واحد رقم اتنين محطة شحن رقم تلاتة تجمع محطات شحن مع بعض اللي هي بيسميها تشارجينج بول تمام يبقى انا عندي اهو تمام عدد مثلا تلات محطات شحن في عندي ست مواضع شحن في كل واحدة في كل واحدة فيها اتناشر مثلا مواصل طيب محطات الشحن بالتيار المستمر اللي هو الديركت كارنت اللي قولنا عليه ومحطات شاحن بالتيار linked redeش طبعا ده بيديني اه 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 الفكرة في محطات الشحن بالتيار المستمر والتيار المتردد ان انا اشوفها شحن تير متردد ولا تير مستمر هنا بيقول لي محطات الشحن بالتيار المستمر اللي هي الاسي تمام و題 تزود شاحن داخل السيارة ببقى انت لما هيكون لما هيكون عندك شاحن اي سيو بيبقى منظم الشاحن او الشاحن موجود داخل السيارة اللي احنا بنسميه on board charger تمام يبقى انا الشاحن شاحن او محطة الشاحن هتغذي شاحن جوه السيارة الشاحن جوه السيارة ده اسمه on board charging يبقى انا هنا طلعت لمصطلح on board charging اللي هو موجود داخل السيارة وبالتالي بيبقى وظيفة الشاحن بيدي له كهرباء اي سي بيغذيه من شركة الكهرباء العامة طيب محطات الشاحن بالتيار المستمر اللي هي دي سي تمام ودي بتزود دي سي يبقى معناها انها تدخل على البطارية على طول تمام يبقى الشاحن نفسه لشاحن بطارية خارج السيارة اللي هو بيسموه off board charging يبقى انا عندي للنظامين الاساسيين on board charging on board charging بيكون اي سي off board charging بيبقى دي سي بيبقى دي سي طبعا محطات الشاحنة شباب مهم جدا ناخد في اعتبارنا تصميم الهندس اليها اوي ان السيارة بتعمل بدون مشاكل ولازم انا ابدأ اراعي بعض الامور زي السلامة بتاعة المكان نفسه وسلامة الشاحن وسلامة السيارة والكفاءة الفيشنسي الخاصة بعمليات الشاحن والموسوقية ودي حتة مهمة جدا لازم نراعيها في عمليات الشاحن طيب ملخص الكلام ان انا عندي يا شباب محطة شاحن بالتيار المتردد محطة شاحن بالتيار المتردد اهي يبقى انا واخد الكبل واخد راس الشاحن وبدخل تمام يبقى هنا في شاحن داخلي يبقى في شاحن داخل السيارة يبقى لما اي سي يبقى في شاحن داخل السيارة يبقى السيارة داخلها في الشاحن. طيب. لو انا اصلا عندي محطة شاحن. محطة شاحن دي سي. تمام? محطة شاحن بالتجارة المستمر. يبقى في شاحن خارج السيارة. يبقى البوكس ده جواء ايه? جواء الشاحن. في حالة دي سي جواء الشاحن. في حالة الاي سي بيبقى الشاحن داخل السيارة. طيب. هنا بيقول لي محطات الشاحن الاي سي ومحطات الشاحن الدي سي. زي ما قلنا محطات الشاحن الـ AC تمام ان انا بوصلها مع شركة الكهرباء وبيبقى فيها الـ On Board Charging في السيارة يبقى الشاحن داخل السيارة دي اهم حتة في الموضوع يا شباب الـ AC بيبقى الشاحن داخل السيارة تمام وهنا بيقوم الشاحن السيارة بدوره بتحويل طاقة تيرم متردد الى تيرم يبقى الشاحن الشاحن اهو اللي موجود داخل العربية او داخل السيارة هو وظيفته بيحول الـ AC الى DC ده الشاحن تمام طبعا طبعا موضوع قيود المساحة والوزن في السيارة لذا عادة ما اقتصر الشاحن الموجود داخل السيارة على كميات اقل من الطاقة او الكيلو وات نسيجة ان انا ببدأ اوصل الشاحن داخل السيارة بيبقى فيه قيود علي في الوزن بتاع السيارة والكلام ده فالاكثر شيوع ان انا بستخدم لحد 7 كيلو وات في حالة الـ AC وبيبقى 32 أمبير وبالتالي زمن الشاحن اللي هو بيبقى شاحن بطيء وعدد ساعات الشاحن اكبر يبقى التيارات او محطات شاحن التيار المتردد محطات شاحن التيار المتردد اللي هي الـ AC بيبقى تمام يعني داخل السيارة طيب داخل السيارة في قيود عليه في مساحة ان انا احط الشاحن نفسه داخل السيارة وفي الوزن وبالتالي بيبقى عندي الشاحن حجمه صغير وبطيء فبالتالي بقول والله الاكثر شيوعا اننا بستخدم 7 كيلو وات او 32 أمبير للشاحن ده وزمن الشاحن بيكون كبير تمام والشاحن بيكون بطيء وبالتالي عدد الساعات بتاعته اكبر في محطات الشحن في محطات محطات الشحن الخاصة بالـ DC تمام طبعا ده بيعمل عملية تحويل الطاقة من الشبكة الكهربية التيار متردد الى تيار مستمر ودخلها على البطاريات تمام مباشرة والتحويل ده هيتم خارج تمام السيارة وبالتالي هيكون في محطة الشحن نفسها اقدر اوفر في حالة الـ DC مستويات عالية من القدرة ممكن تكون من 50 كيلو وات الى 350 كيلو وات واكتر حسب الشركات مصنعة وبالتالي بتبقى محطات شحن التيار المستمر هتبقى اسرع ووقت شحن اقل تمام ممكن يصل الى 20 دقيقة او 30 دقيقة الحكة ده مهمة جدا يا شباب يبقى انا عندي السيارات اللي بشحنها ممكن يكون عندي الشاحن تيار متردد محطات شحن تيار متردد بتبقى بطيقة اما محطات شحن التيار المستمر بتكون سريعة بتصل من 50 كيلو وات الى 350 كيلو وات طبعا هيبدأ بعد كده يعرفني على محطة شحن بقطبان AC اللي هي او بيسموها محطة شحن مشتركة دي بتتكون من شواحن سريعة اللي هو فاست شارجر وبيكون معاها محول عالي التردد هاي فريكنسي ترانسفورمر زي ما احنا هنبدأ نشوف دي محطة شحن بقطبان AC ده هنا انا بستخدم شواحن AC مشتركة زي ما احنا هنشوف كده دياجرام ده مهم جدا ها هيفيدنا فيه عمليات الربط وعمليات التوصيل انا هنا عندي ادي الشبكة الكهربية تمام ودي عندي AC القطبان الخاصة او البسبرات الخاصة بعملية التوصيل ليه AC طبعا هنا بدخل على AC في عندي تمام التوصيلات بتاعة AC بحول من AC لDC ولذلك الشغل ده مهم جدا شبه بالزبط تمام ده بيسميه كونفيرتر ان انا بحول من AC من تغير متردد الى DC ده اللي هو سويتش او الكونفيرتر او المبدل بيسموه تمام المبدل يعني الكونفيرتر بيحول من AC لDC خلي بالك لو انا هحول من AC لDC طيب الDC ده انا عايز ابدأ اتحكم فيه عشان يبدأ يشحن البطاريات بحط بقى مبدلات او كونفيرتر DC DC تمام بس بتعامل مع محاولات عالية التردد اللي بيسموها High Frequency ودي حتة مهمة جدا فانا هنا خدت DC حولت مرة تانية الAC ودخلت على محاولات وحولت الAC طيب الAC رح مطلعه على DC ديني موصل الشحن بقى انا هنا عايز اوصل لDC مستقر عشان كده انا عملت عمليات الشحن ودي بيسموها محطة شحن بقطبان AC في عندي محطات شحن بقطبان DC تمام هنا بيبدأ ادي الشبكة الكهربية في عندي محاول منخفض التردد محاول عادي ترانسورمر بتاعنا بعد كده بيديني الكونفيرتر اللي هو AC ويبدأ ياخد الDC ده نفسه تمام كده اهو ادي الاطراف بتاعتي الـ ويحاول من قطبان دي سي زي ما انت شايف هنا القطبان هنا كانت في الاول كلها AC تمام هنا القطبان هو خد مبدل مركزي تمام او ورحمة الله علي القطبان كلها دي سي وقال لك والله من ناحية دي سي انا اقدر اخد دلوقتي اهو اقدر ااخد بوزيتيف ونيجيتف وانزل على موصل شحنهم بقى كده ااخد بوزيتيف ونيجيتف موصل شحن ثاني موصل شحن ثالث موصل شحن رابع وهكذا ويبقى ده بيسموه محطة شحن بقطبان دي سي مشتركة يبقى ده فين القطبان الدي سي المشتركة اللي هي القطبان اللي تحت دي اللي انا بوصل عليها فين القطبان الدي سي المشتركة اللي هو الاحمر ده تمام وعندي تمام اللي هو النجاتيف اللي تحت يبقى أنا خدت القطبان دي هي قطبان الدي سي طبعا النوع التالت اللي هو شحن السيارات تمام الكهربية اللاسلكية تمام وده بيستخدم فيه المجال المغناطيسي عشان ينقل التيار الكهرابي لاسلكيا وده بيستخدم فيه السوبر كوندكتور او الموصلات الفائقة وده ان شاء الله هنعمله تمام محاضرة كاملة بيبقى عبارة عن تحت هنا بيبقى فيه حصيرة للشحن تمام وبيبقى زي بليد كده موجود تحت في السيارة وحصيرة الشحن وبيبدأ يعمل عملية تشارجين بس طبعا ده لازم يبقى لو فيه بنية تحتية خاصة به بحيث يبدأ يحط الحصيرة دي اللي هي هتبدأ تعمل الشحن اللاسلكي للسيارة ان شاء الله الفيديو القادم هنبدأ نتكلم على تصنيفات شواحن السيارات او بالتفصيل واشوفكم في فيديوهات تانية خاصة بشواحن السيارات الكهربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته